لا تزال الاتصالات والمشاورات سيدة الساحة حكومياً خصوصاً أن مصادر الثنائي الشعي أكدت للأو تي في أن حزب الله وحركة أمل لا يزالان متمسكين كل التمسك بحقيبة المال والرئيس المكلف أمام ثلاثة خيارات لا رابعة لها إما أن يأخذ الثنائي الشعي هذه الحقيبة إما أن يعتذر الرئيس المكلف عن التشكيل إما أن يبقى الوضع على ما هو عليه أيلام علاء ولم طلع وجددت مصادر الثنائي الشعي عبر الأو تي في التأكيد أن ما حكي عن مخرج تكون فيه الشخصية التي تتولى حقيبة المال من خارج الطائفة الشعية وبالتحديد سنية لكنها تدور في فلك محور المقاومة غير وارد بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد والمطلوب أن يكون وزير المال شعياً مزم من الثنائي الشعي مع إشارتها إلى أن المهل الجديدة التي أعطاها الرئيس الفرنسي للتشكيل تستمر حتى الغد وبالتالي نحن أمام ساعات فاصلة قد تنتهي بتجديد تمديد المهل بدورها لفتت مصادر مطلعة على عملية المشاورات والاتصالات الساعية إلى تسهيل تشكيل الحكومة للأو تي في إلى أن المساعية التي بذلت في الأيام الأخيرة للوصول إلى حلول لم تعطي نتيجة حتى الساعة والاتصالات لم تتوقف اليوم على أمل إحداث اختراق لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن الأمل في إحداث هذا الخرق ليس كبيراً وتبعت المصادر بالقول أنه في حال لم تسر رياح التشكيل كما تشتهي السفن سنشهد في بداية الأسبوع خياراً للرئيس المكلف وهو إما الاعتذار عن التشكيل إما تشكيل حكومة كما يراه هو مناسباً بحسب المواصفات التي وضعها ويوافق بعدها عليها رئيس الجمهورية العمد ميشيل عون وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى جهد أكبر لأن الرئيس عون يريد أن يكون هناك توافق حول الحكومة حتى تتمكن من إجراء الإصلاحات المطلوبة والإنتاج ففي حال حصل هذا الأمر سيكون هناك إشكال مع الفريق المتمسك بحقيبة المال وأكدت المصادر أن هناك مسعى جديدة نعرض في الساعات الأخيرة حول أن يكون الإسم الذي يتولى حقيبة المال من طائفة المسيحية لكن الثنائية الشعية رفض كذلك وبقي مصراً على موقفه وقالت المصادر للأو تي في في الساعات المقبلة نحن أمام أمرين إما الاعتذار عن التأليف إما عمل الرئيس المكلف على تشكيل حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية ليتم ترقب بعدها موقف الرئيس عون وأضفت المصادر كل الاتصالات والمشاورات التي أجرها الرئيس في الساعات الأخيرة صبت كلها في إطار تسهيل عملية التشكيل وهو لا يمكنه أن يبقي البلاد بلا حكومة إلى ما شاء الله وختمت المصادر بالقول إذا ظلت صورة الحكومة غامدة قد يكون هناك للرئيس عون موقف لافت يوضح سلسلة نقاط في الموضوع الحكومي